القتال تي تسعين والتي تعتبر من أحدث الدبابات مجهزة بأحدث التجهيزات ومزودة أيضا بنظام التشويش الإلكتروني تتخصص لتدمير الدبابات والعربات المدرعة والقوى البشرية المعادية لديها قدرة عالية على المناورة مزودة بمدفعي أرمية وخمسة وعشرين ميليماتر وطلقت صاروخ من طراز إنفار وبرشاش خفيف ورشاش مضاد للطائرات ومنظومة للحماية الديناميكية من السواريخ وقد أثبتت هذه الدبابة جدارتها في مختلف المناورات ونشاهد الآن تقدم آخر للوحدات ومنظومة للحماية الفرعية لسلاح المدرعات بأنبيتي ذات القدرة العالية على المناورة مزودة بأسلحة قوية وفعالة وأجهزة متطورة لقيادة النيران وبحماية ديناميكية مدرعة ضد الوسائل المضادة للدروع تناور بجانب المدرعات وتسندها خلال مختلف أنواع القتال في جميع الأراضي وخاصة منها المناطق الحضارية وهي مزودة بمدفعين أفني اثنين وربعين ورشاشان موازيان وبقاعدتين لإطلاق السواريخ الموجهة كل قاعدة بها صاروخين من نوأتك وبقاذفين قنابل ترجمة نانسي قنقر يلي هذا النوع من السلاح سلاح آخر لا يقل أهمية عن الأول وهو سلاح المشات الميكانيكية حيث نلاحظ الآن تقدم وحدة فرعية بقوام سرية مشات ميكانيكية على متن العربات القتالية المجنزرة بي أمبي اثنين والتي تتخصص لنقل أفراد المشات ولإبادة القوى البشرية المعادية في العراء وخلف الصواتر ولتدمير الدبابات والعربات المدرعة وهي مزودة بمدفع من طراز آثنين 42 ورشاش خفيف وقاعدة لإطلاق الصواريخ الموجهة المضادة للدروع برق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر